قدرت الحكومة الأوكرانية الخسائر الاقتصادية التي سببتها الحرب مع روسيا بأكثر من 560 مليار دولار حسب ما أعلنت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية هذه كلها خسائر مباشرة تضاف إليها أيضا التأثيرات غير المباشرة للحرب الروسية بما في ذلك زيادة البطالة وتوقف عجلة الاقتصاد وتراجع إرادات الدولة وغير ذلك فما هي حصيلة المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي لأوكرانيا وما هي الآلية التي ستتبعها كييف لإجبار موسكو على دفع تعويضات عن هذه الحرب ما من تقديرات نهائية بعد للخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد الأوكراني والتي تتزايد يوما بعد يوم مع استمرار الحرب والدمار الذي تسببه الآلة العسكرية الروسية إلا أن التأثير المباشرة للأضرار منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي يوم بداية الحرب الروسية وصل حتى الآن بحسب وزارة الاقتصاد الأوكرانية إلى حوالي خمسمائة وخمسة وستين مليار دولار إلى جانب الخسائر البشرية وتعتبر خسائر البنية التحتية هي الأكبر وتقدر بنحو مئة وعشرين مليار دولار حيث تم تدمير نحو ثمانية آلاف كيلومتر من الطرقات ونحو مئتين وستين جسرا فضلا عن تدمير خطوط السكك الحديدية والمطارات المدنية والعسكرية أيضا كما دمرت القوات الروسية نحو أربعمائة مؤسسة تعليمية ومئة وخمسين مرفقا صحيا وفوق ذلك أيضا جرى تدمير حوالي عشرة ملايين متر مربع من المساحات السكنية وقرابة خمسة آلاف منزل إضافة إلى أكثر من مئتي ألف سيارة فيما تقدر مدرسة كييف للاقتصاد عدد المصانع التي جرى تدميرها بقرابة المئة مصنع إضافة إلى ثماني محطات لتوليد الكهرباء هذه كلها خسائر مباشرة ننتقل إلى الخسائر غير المباشرة فتمثل هذا في انكماش الناتج المحلي بأكثر من خمسة وخمسين بالمئة بالإضافة إلى البطالة وتراجع الإرادات الحكومية وغير ذلك وبحسب وزارة الاقتصاد الأوكرانية مشاهدين فإن كييف ستطالب روسيا بتعويضات مالية عن الخراب والدمار سواء من خلال قرارات قضائية أو عبر تحويل مباشر للأصول الروسية المجمدة حاليا في أوكرانيا إلى الدولة للمزيد عن هذا الموضوع مشاهدين أرحب بضيفي من واشنطن جيمس أسل خبير اقتصادي ومدير مكتب واشنطن لمجلة إيكونوميست الأمريكية وأيضا ينضم إلينا من كييف ياروسلاف زاهيلول نائب مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية والخبير الاقتصادي الأوكراني أهلا بكم ضيفي الكريمان أبدأ معك ضيفي من كييف سيد ياروسلاف أوكرانيا تحدثت اليوم عن الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالحرب الروسية عليها وتحدثت عن 560 مليار دولار أمريكي خلال 34 يوما فقط من هذه الحرب إلى أي مدى هذا الرقم كان متوقعا خلال هذه المدة الزمنية القصيرة نسبيا طبيعة الحل لا يمكن أن نتحدث بشكل قاطع عن الخسائر المالي أن الحرب ما زالت مستمرة وفي المناطق المختلفة في أوكرانيا تتعرض ما زالت للقصف الروسي والبنية الأساسية والمصانع المختلفة فاليوم سمعت تقدير من رئيس الوزراء قد يصل الخسائر إلى تريليون دولار بما فيها قيمة البنية الأساسية التي ضمرت فإذن النطاق الرقم النهائي هو يظل ضرب من التخمين لحين انتهاء الحرب وهذه الخسائر لديها فئات مختلفة فمن ناحية بالنسبة للبنية التحتية وأيضا خسارة على مستوى ناتج الإجمال المحلي وأيضا دخل الأناس الذين نزحوا ثالثا ماذا عن أيضا مستقبل حيث هناك عمليات إعادة البناء فإذن هناك عدة طبقات أو مستويات لهذه الحزبة على أقر تقدير سيد ياروسلاف يبدو بأن هذه التقديرات التي أعلن عنها فيما يخص الخسائر الاقتصادية هي مرتبطة فقط خلال مدة هذه الحرب 34 يوم من الممكن فعلا التزداد كما تحدثت أنتقل إلى ضيف سيد جيمس أستل أهلا بك معنا هل من الممكن معرفة حجم المساعدات الدولية التي قدمت إلى أوكرانيا منذ بداية هذه الحرب الروسية عليها وتحديدا فيما يخص المساعدات المالية والاقتصادية يمكن أن نقدر المساهمات الأساسية من البنك الدولي ساهم على ما أعتقد 500 مليون دولار الولايات المتحدة قدمت عدة مئات من المليون دولار والاتحاد الأوروبي قدم مبلغ مماثل ولكن ما لا يمكن أن نقدره تكلفة التدفق من الملايين من النزحين تجاه أوروبا وكيف نقيس عمل المنظمات الخيرية والأسر التي استقبلتهم وأيضا التقديرات الخاصة بالتكاليف أيضا فيما تعلق بالبنية الأساسية لأوكرانيا فلا أعتقد أنه يكون شكل جيد حاليا لأننا ما زلنا في المراحل المبكرة لهذه الحرب لأننا نعرف أن الخسائر ستكون أعلى بكثير جدا مقابلة للمساهمات التي قدمت إلى الآن سيد جيمس حتى الآن ربما هو مقدر 560 مليار دولار حتى الآن وكما ذكرت واتفق معك ضيفي في هذه النقطة سيد ياروسلاف بأنه خلال الأيام القادمة مع طول أمد العمليات العسكرية قد ترتفع هذه الخسائر سيد جيمس أسألك هنا بأن أوكرانيا منذ بداية هذه الحرب طلبت من صندوق النقد الدولي الحصول على تمويل طارئ يقدر بمليار وأربعمائة مليون دولار هذا الرقم ما الذي يكفيه وما الذي سيغطي مقارنة بحجم الخسائر التي تم تقديرها بالنسبة لليوم 560 مليار دولار نعم مرة ثانية لابد أن نكون حذرين في هذه الأرقام التقدرية ولهذه الخسائر التي بين 560 مليار دولار إلى تريليون دولار إذن نتحدث على هذا التفاوت ولكن من ناحية أخرى نفهم حالة عدم اليقين في الأرقام لأن الحرب مازالت مستمرة وخسائر مازالت مستمرة في مدن مثل مدينة ماريبول ومازال العراق فيها فليس من الواضح هل هذه المدينة وما هي أحجام الضمار فيها فهناك حالة عدم يقين إذن في التقديرات هنا وأيضا نفهم أن نوع المساعدات التي طلبت من الصندوق مليار أو أكثر وخمسمائة مليون من البنك الدولي وهذه المبالغ الطارئة التي تسعى حكومة كيف أن تحصل عليها لتقديم آلية الأساسية أو الخدمات الأساسية تعمل وتستمر في تقديم خدماتها ولكن لا يمكن أن نقارن هذه الطلبات المبدئية للمساعدات مقارنة ما ستحتاجه لإعادة بناء الدولة وإعادة بناء اقتصادها نعم سيد ياروسلاف كما ذكر ضيفي حالة من عدم اليقين ربما يكون هناك صعوبة بتقديم أرقام تقريبية أو دقيقة في ضوء كل هذه الفوضى التي خلفتها هذه الحرب هل نتحدث الآن عن وجود مخاوف اقتصادية كبيرة تحيط بأوكرانيا لعل على أبرزها أن تكون أوكرانيا غير قادرة على سبيل المثال على دفع ديونها الخارجية أعتقد أن وبالدعم الدولي أوكرانيا تستطيع أن تفي بكل وعودها أو التزاماتها فيما تعلق بديونها لكن من الجانب الآخر علينا أن نتفهم أن أوكرانيا في وضعية غير مسبوقة نتيجة العدوان الروسي فيكون من الجدير الحديث هنا عن ما هي التغييرات فيما تعلق بالتزاماتنا فعلا للمدينين أو المقدمين للقروض لنا عودة بما حدث في التسعينات مثلا إلغاء بعض هذه الديون أو إعادة هيكلة بعض هذه الديون وفقا لبرامج اقتصادية واتفق تماما مع ضيف الآخر أن الدعم المقدم الآن لأوكرانيا هو فقط لاستفاء بحالة طارئة لكي نبقى على قيد الحياة خلال هذه الحرب وأود أن أتحدث عن هذا الدعم المالي الذي لابد أن يغطي ولو جزئيا الخدمات التي تضررت نتيجة العدوان الروسية وهذه المساعدات يمكن أن نستقبل وفقا لبرامج استراتيجية عبر الحكومة الأوكرانية ولمراعاة البنية الأساسية والخدمات والحكومة الأوكرانية تعمل على وضع هذه الاستراتيجية وهذه الاستراتيجية لابد أن تكون في التعاون مع شراكة مع المانحين الأساسيين والوكالات الذاتة الصلة في أوروبا فلابد أن نميز هنا ما بين المساعدات الطريقة التي تحصل عليها أوكرانيا وتقدر ذلك ومن ناحية أخرى المساعدات الاقتصادية التي تأخذها في مرحلة ما يسمى بمرحلة التعافي ما بعد انتهاء الحرب وأيضا هناك استراتيجية محددة للتعافي الاقتصادي ليس فقط إعادة بناء وإنما هو حقيقة خلق أوكرانيا جديدة وعلى ما يبدو كل ذلك مرتبط حتى الآن بوقف إطلاق النار وإنهاء هذه العمليات العسكرية سيد جيمس هل يمكن لكييف الآن ربما أن تطالب كل هذه التعويضات من قبل روسيا التي هي السبب بإلحاق كل هذا الضرر داخل الأراضي الأوكرانية موضوع الاعتماد على الدعم الدولي والمساعدات الدولية التي تأتي من الخارج قد يكون عنصر مهم في هذه المرحلة ولكن المتسبب بكل هذا كيف من الممكن أن يتحمل مسؤوليته هنا أشك حقيقة في ذلك أوكرانيا قد تسأل للتعويض بطبيعة الحال وهي حاليا بطبيعة الحال تحارب من أجل سيادتها وسلامة أراضيها وروسيا إلى الأن لم تستسلم فما ذال الوقت مبكرا حقيقة أن نفكر في تعويضات تدفع من قبل روسيا على هذا الضرر الفادح الذي سببته وحقيقة يكون من الصعب أن نفكر أن روسيا ستقوم بدفع تعويضات في المستقبل ما رأيك سيد ياروسلاف في هذه النقطة هل من الممكن أن يتم تأجيلها نوعا ما وخصوصا أن وزارة الاقتصاد الأوكرانية ستطالب روسيا بهذه التعويضات بحسب ما أعلنت وتحدثت عن نوع من الآليات سواء كان من خلال قرارات قضائية أو عبر تحويل مباشرة للأصول الروسية المجمدة حاليا في أوكرانيا أنا أتفق تماما بالنسبة للتعويضات اعتمادا على الأصول الروسية وفقا للقوانين الدولية بالإضافة إلى ذلك أنا متأكد أن المجتمع الدولي سيدعم أوكرانيا لتوفير الأليات المناسبة التي من خلالها يمكن أن نحصل على هذه الأصول كإجراء تعويضي نتيجة هذا العدوان الروسي لأوكرانيا فروسيا هي الطرف المعتدي ولا يمكن أن نتخيل على مستوى المجتمع الدولي معنى آخر أن المجتمع الدولي سيقوم بمساعدة أوكرانيا في طلب أوكرانيا بالتعويضات من روسيا وإلا نفقد مصدقياتنا في القانون الدولي سيد جيمس بالتأكيد أن هذه الخسائر التي ستعيشها أوكرانيا بسبب هذه الحرب أيضا بالمقابل يبدو بأن هناك تدعيات اقتصادية ستسقط على موسكو مباشرة إلى أي مدى ستصبح هذه الخسائر واضحة بالنسبة للجانب الروسي مع فرض سلسلة طويلة من العقوبات التي فرضت عليها نحن نعرف أن هناك أضرار كبيرة وقعت نتيجة العقوبات أرفف الأخذية أصبحت خالية الأفراد يفرون من هذه البلاد ويحاولون إخراج أصولهم خارج روسيا فالاقتصاد الروسي أصبح ساجين لهذه العقوبات بشكل كبير ليس بشكل تام حيث أن صادرات روسيا من الطاقة ماذا لا تجد طريقها بشكل غير معطل للأسواق الخارجية ولكن في نواحي كثيرة الاقتصاد الروسي أصبح مقيد بسبب هذه العقوبات والاقتصاد الروسي يعاني ويعاني بجدية ولحق به ضرر كبير ننظر في سوق الأسهم السلع الأساسية لم يعد لها وجود في المدن الروسي في روسيا فلا يوجد أدنى شك أن الاقتصاد الروسي تعرض لضرر كبير بسبب هذه العقوبات وهذا ثمن أيضا يدفعه نتيجة هذا العدوان على أوكرانيا سيد ياروسلاف ماذا عن التدعيات الاقتصادية العالمية وبالتالي تبعاتها أيضا هذه الحرب الآن دخلت أسبوعها الخامس ولما يبدو بأن هناك الكثير من المؤشرات التي بدأت تظهر والكثير من المخاوف الدولية فيما يخص التأثيرات السلبية الاقتصادية على مختلف دول العالم إن الأوكرانيين معنين بالوضع الاقتصادي ليس فقط بالنسبة لأوروبا وأيضا فيما تعلق المخاوف الدولية وأيضا أعتقد هذا أن دور أوكرانيا في نظام الغذاء العالمية وهناك نحن نؤمن في القوانين الدولية وتوفير الأمن اللازم على مستوى أوروبا شكرا لك وبالتالي الوضع على مستوى الأمن يتغير شكرا جزيلا لكم ضيفي من واشنطن جيمس أست الخبير الاقتصادي ومدير مكتب واشنطن لمجلة الإيكونوميست الأمريكية من كييف أشكرك ضيفي ياروسلاف زاهلول نائب مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية والخبير الاقتصادي الأوكراني شكرا جزيلا لكم ضيفي ترجمة نانسي قنقر